و سعد 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 أحب عمري و أشأل حاجات و سعد 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 أحب عمري ميلا يا أحبك ميلا يا أحبك ميلا يا يا أحبك ميلا يا أحبك عمري خليك انت انا هعمل وقت حبيبتي لا يا اختي انا هعمله ودينا قاعدين بنتكلم مع بعض شوية ماشي الجوزك نامي؟ لا صحي فقط ماما تبعي السريفة شل الحل ندي رجعيها وقت يا راشد انا بعمل شاي صبنا فك اه هو قل حقيق قالك اه 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 عارفة يا بي ام انت فاعتي جدعة ايه بقى ايه وقت مخرجش من يوم الصباحية غري وين ثلاثة ايه اختي سكوتي عاجتو في البيت دو بدل ما يخرج لبقى ديش بتوعه انه بيعندك حق بس انت عارفة بقى في اللي عاجبني ومنخشش في نفوخي هدا ايه بقى انه بيخاف منك راشد بيخاف على زعل يا فتون مش بيخاف مني يا جمد انت يا حاجة اه زي ما بقولك كده بس انت كنت تفتكرة ان راشد بيحبك الحب ده كله يا بيت تصدق ايه لقا انا قلت هشوف معاه سواد مر بس الحمد لله ربك خلا في الزنون وطلع طيب وحنية انت ما كنتش مندياله فرصة يا اختي ده انت كل ما يقرب منك كنتي بتهبشين ربنا اللي بقلب القلوب بقى يا فتون عندك حق يا رسول الله ايه اين يا جدعان الشاي ايه لا شاي ولا غدا افضل وقف زياردة قطع كده عايزة فلوش عايزة الدول ايه عايزة 500 جنيه اشتري ثلاث فرخات وثلاثة كيلو لحمة ومقارنة ورز وكده ولا اقولك اجيب فرخة وكيلو لحمة على ما تشوف لك شغلانة لا خد الفلوس اللي انت عايزاها ان شاء الله تشتري عشرة كيلو لحمة هلو سيد الناس اه يا عم اعمل حديث براحتي قولي لا انا كارم شوية حد حبيبي من الاسم قالي ان النا باحث حين علي اللي من دول اه والله طب انا جاي لك دلوقت يالا صحي انت نازل؟ اه يعني مشوار في السريع كده و جاي وفي السريع لي يا اخوية ما انت انبلت بقلك اسبوعين ما تخليها في البطيء كرا ايا فتوماتك ما لي انتي وهو قادينا مستنيين لما ينزل نشوف الشغلانة اللي هيشتغالها انا عرف ان انا مش اخلص مني كم دي ساني يا سمو اي تلقيح الكلام ده ما هو قالك خضي الفلوس اللي انت عايزاه بتبرطمي كتير ليه ده و ليه وهي مش هتسكت اصلا اتفضل يا بسم الله ما شاء الله يا بسم الله ما شاء الله ده انت شكلت معاك كم مولي كيا يا الرجل اللي هشتغل معاجة مش هكلي هبدأ من بكة ان شاء الله طيب الحمدلله يا رب يا فاطل الله انا نازلة معاك بس انا لما اكل اللغمة دي وخش غير عدومي ونازلة معاك راح تجيب حكتك و ترجعي انا رايحة لغينو خليها ايه اللي تجيلك جرى ايه رجل انت هو انا علي حكم ولا علي مراقبة مالكو فيكو ايه الله في ايه يا فتون هو قالك ايه بيقول لجيبيه هتقعد معاكي هنا لا انت عارفوا ان غينوة دي مش مصبوطة وانا ما بستريح لها يا سلام يا اخويا وكنت بتستريح لها قاوي لما روحت عادت عندها ثلاثة ايام عشان تفرفش وتنعنش هنا الواحدة ده ايه الغلب اللي انا فيه ده خلاص يا فتون خلي غينوة تيجي تقعد معاكي هانا وهو رشد نازل يعني هتاخدوا راحتكو هالاخر لا انا حنزل بقى وبعدين احنا بنروح فين ده احنا بنروح كافي في الشارع يعني الناس شايفانا الله انا ما بعملش يا اخويا حاجة غلط وبعدين تسمعني بقى انا لي راجل هو صحيح في السجن بس هو اللي يحكم ويتحكم فيا مفهوم انا راح الزيارة بعد بكر هاتيجي ولا مش هاتيجي جاي طب حزب كده من وشي اعرف مستفراس خد 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 عال ابو فتون على غنوة عاليوم اللي شفتوكو فيه معلش يا راشد ما تزعلش من فتون هيا بس حاسة ان الدنيتها وقفت بعد ما عالي تسجل وبعدين دي ملهاش غلنا واحنا برضو نازم نرعيها شوية نرعيها اه بس ما تقرطصنيش لا تقرطصك با ايه برضو ما فيش الكلام ده هيا بس بتنفس عن نفسها شوية مع غنوة ويقعدوا في كوفي يرغوا مش اكتر انتي بتحكي عنافسك ولا عليا انتي اكتر واحدة في الدنيا عرف اختك وعرفها بمغهر وغنوة دي تشبه الشارع بحاله انا بقولك هو عشان ما تزعلش مني لو صرت على اللي في بمغهر هاخدك ونمشي من هنا وهطلع على جوزة هقوله ان انا خليب ما سقلتي منها لا يا اخويا ما توصلش للدرجات دي برضو انا بقولك هو عشان ما ترجعش اتعاية حاضر حاضر انا هقول لها انزل انت بس الشغلان اللي انت ريحها دي عشان تعرف تظبط متى ليش بقولك يا راشد انا عايز انزل عشان عايز اجيب حاجة 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 واحدة بس براحت راحت 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 راحتك يا باشا طبا عيناليا يا السلام لا كيفا يا حالوين راحت ما اخليك لي اخليك لي يا حوت ايه يا ابني ده انت محسسني لي ان انا جاي اخطب تخطب كل ده جاي تخطب بيتقولوا ايه انا سمعاكم نورتوني عارفين انا بقعد لوحدي في البيت هنا بالاسبوع والثلاثة والشهر كمان لوحدي ما بشوفش اي حد اصلا من ساعة مامي وبابي ما ماتوا وانا على طول قاعدة لوحدي ما فيش حد بيزرني الله يرحمهم كوكو هوا ان شانا بابا ماما اللي طبعا عشان كده كبتلكوا الازازة الغالية اللي عندي اشتركوا في القناة